ما حدش هيشغلها تاني بعد الان هذه القناة لا تستحق المشاهدة وانا بناشد ادارة القناة من خلال موقعي من خلال هذا الفيديو كفاية محتوى غير مناسب للعائلة الناس بدأت تشتيكي الناس بدأت تبعث رسائلية تقولي ان القناة بتعرض محتوى غير مناسب للعائلة هعرفكم دلوقتي يا جماعة كل حاجة بخصوص هذه القناة علشان بعد اذنكم تغضب لكم وانا رسالتي لهذه القناة تقناة محترمة كنت قناة كويسة اللي خلاكي تجيبي محتوى غير مناسب للعائلة والناس بدأت تشتيكي منك فالرسالة دي انا بوصلها لإدارة القناة وفي نفس الوقت بوصلها لجميع متابعيننا في كل مكان خد بالك وانت بتشاهد هذه القناة على النيلسات لانها بجد لا تستحق المشاهدة جاعة تاني زي ما كنت الاول شغلي محتوى كويس علشان الكل يبدأ يتابعك كده محدش هيتابعك وكده انت هتخسر كتير التردد اللي بنتكلم عنه في حلقتنا النهاردة للأسف الشديد هيكون تردد حزمة شرقية فقط لان التردد دا موجود عليه قنوات محترمة قنوات كويسة وهيكون 11680 على معدل ترميز 27500 واستقطاب هيكون عمودي او حرف الفي او كلمة اسمها رأسي دا التردد حضراتكم انا هورك دلوقتي لان القناة اصلا موجودة في كل بيت القناة موجودة في كل بيت والكل بيشاهدها لكن بدأت الناس تشتكي منها زي ما وضح دلوقتي قدام حضراتكم حضرتك عندك حاجة من الاتنين لان ما تحزي في القناة دي خالص تشيلها خالص من عندك دي اول حاجة وديت انا عملتها عندي شخصيا حزفت هذه القناة لاني لازم اكون قدوة لجميع متابعيننا في كل مكان شلتها ومعادش يعني شلتها عندي من الجهازين اللي موجودين عندي في البيت شلتها نهائيا لان ما حضرتك وانت بتشاهدها خد بالك ولا تشاهدها بجوار العائلة تمام حضراتكم كل واحد يا جماعة مسؤول عن نفسه وكل واحد مسؤول عن الحاجة اللي هو بيعمله انا طالع عفيد حضراتكم وانا شخصيا شلت القناة دي من عندي وارسلت لإدارة هذه القناة الكل مش هتفرج عليك تاني والكل هيمسحك تاني وتم تقديم هذه النصيحة لحضراتكم على سبيل التوضيح والمعرفة وختاما خدها مني نصيحة ألا تجعل المشاهدة تلهيكم عن الصلاة وعن ذكر الله وعن العبادة وعن حياتكم اليومية دائما انتبه لنفسك ونظم وقتك وخد دائما كل حاجة في حياتكم بكلها وقتها ولا تجعل المشاهدة تلهيك عن واجباتك المدرسية وواجباتك المنزلية وفي الختام لك مني أحلى سلام